اشتركوا في القناة هذا الفيديو ان شاء الله بنطرق لكيفية ارسال الكورس التعليمي الى فريق وليمي من اجل المراقعة وكيف يتم ارساله وما هو المطلوب مننا عشان نرسل هذا الكورس للموقع عشان يتم بعدها المراقعة ويتم قفول الكورس التعليمي كل هذا ان شاء الله بنتكلم عنه في هذا الفيديو فكل ما اتمنى منكم هو التفاعل معنا عشان نستمر معكم فيديوهات تحقيق الربح من الانترد بنستمر ان شاء الله في سلسلات فيديوهات لتحقيق الارباح من الانترنت طبعا هذه الفيديوهات بتكونها لصالحكم لصالح الجميع ان شاء الله وتفتح باب رزق للجميع فكل ما اتمنى منكم هو التفاعل يقابل معنا وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل قرص التنبيهات وايضا اعمل لايك الفيديو لكي نستمر معكم بالمزيد ان شاء الله فحتى نطيل معكم المقدمة خلونا نبدأ الان بشرح الفيديو طبعا هذه الدورة التعليمية الخاصة بناء اللي وضحنا بالفيديو السابق انه قمنا بانشاء هذه الدورة التعليمية ولازم يكون عندنا كافة هذه الخيارات مفاعلة زي ما انتم شايفين بعلامة الصح وشرحناها بالفيديو السابق كانت تبقى فقط اللي هو قسم المنهج الدراسي والترقمة قمنا بنشرحها بهذا الفيديو فقسم المنهج الدراسي اول شيء لازم انه يكون عندك خمسة اقسام داخل هذا المنهج لازم يكون في عندك اقل حاجة خمسة اقسام داخل الكرسى التعليمية وبعدين كل قسم داخله بتقسم عدة محاضرات او اسئلة حسب رغبتك تمام فانا حاليا قسمت الكرسى التعليمي الى مقدمة واساسيات العمل على كالينيكس مثلا وايضا اختبار الشبكات واختبار المواقع الالكترونية وايضا اختبار انظمة التشغيل وكان هذا هو خامس قسم ايضا يجب ان يكون داخل كل قسم مجموعا من الفيديوهات والاسئلة وممكن تقسم اقسم داخل هذا القسم بشكل فرعي ممكن تعمل ممكن تعمل محاضرات او اختبار او زي ما تكلمنا بالفيديو السابق اوكي اا بعد ان تنهي تقسيم الكرسى التعليمي حسب رغبتك او حسب الدورة للمكتبة التعليمي للأنت بترفعها اا في عندك هنا في هذا المكان اا pra he reasonable لرفع الفيديوهات تقدر الترفع الفيديوهات من هذا المكان ترفعها للمكتبة من هذا المكان وبعدها تقوم بااا ربطها مع اقسام ااا او والا الفهرس الخاص بالدورة ففي هذا المكان تقوم باا اضافة الفيديوهات من خلال السحب والافلات او اختيارها من خلالها بالزر lo schuze فايلز تمام ايضا بامكانك تقوم بربط الحساب بيوديمي مع الدروبوكس والجوجدرايف والبوكس وأيضا ووندرايف وأيضا ممكن تاخogle الصورة مصغرة ممكن تاخeres الصورة مصغرة للفيديوهات وتقوم بنسق الصورة مصغرة في هذا المكان وأيضا ممكن تربط الفيسبوك مع اليوديمي بنفس الوقت طبعا لما ترفع الفيديوهات مثلا عند هذه المحاضرة الأول محاضرة نقوم إضافة الفيديو كالتين نقوم بإضافة محاضرة افتراضية على شأن نوضح لكم تمام على شأن نضيف الفيديو للمحاضرة نقوم بالنقر على المحتوى والكونتنت بعدها في عندنا ثلاث خيارات في عندنا إما مقالة أو فيديو ومزق شراح يعني فيديو على شكل شراح وهنا فيديو تمام فنختار مثلا فيديو في عندك خيارين تضيف الفيديو من خلال رفع مباشر من هذا المكان أو من خلال إضافة الملف من المكتبة والتي تكلمنا قبل قليل عنه نقوم بإضافة الفيديو من هذا المكان وتقوده في هذا المكان تم إضافته وتقوم باختياره تمام فبعدا تقوم بإضافة الفيديوهات واستكمال الكرسى التعليمي بالكامل وتبقى عندك الدورة مكتملة في عندك خيار الترقمة وفي هذا المكان يجب أن تقوم بإضافة ملف بامتداد .vtt تمام؟ ويكون داخل هذا الملف ترقمة للفيديو أوكي فمثلا إذا أنت ما تريد ترقم الفيديو أو تخلي الفيديو باللغة العربية بدون أي ترقمة ممكن ترفع ملف فيه إضافات بسيطة طبعا هذا عندي مثال بسيط لترقمة إحدى فيديوهات الدورة الخاصة بي فنقوم بإضافة صيغة الوقت مثلا في الوقت اللي هو في هذا الوقت اللي هو من خمس دقائق إلى ثمان دقائق من خمس ثواني إلى ثمان ثواني بيكون في عندي هذه الجملة الموجودة بالأسفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الأخوة الكرام في أسفل منها بيكون في عندي التوقيت الذي يليها وبيكون بهذه الصيغة أنا أترك لكم الصيغة الخاصة بالتوقيت بيكون بهذا الوقت من الثاني اللي هي رقم ثمانية إلى الثانية عشرة بيكون معكم أخوكم محمد شيميري كان بتتعريفيا يعني تقسم الفيديو الخاص بك الخاص بالمحاضرات إلى توقيتات وتكتب أسفل كل توقيت القملة المناسبة بهذا التوقيت يعني بيكون شكل التوقيت أو صيغة التوقيت بهذا الشكل فيكون ملف الترقمة على هذا الحال إلى آخر كلمة في الفيديو أو إلى آخر قملة في الفيديو يكون بهذا الشكل يتم إضافته بهذه الطريقة وأيضا بقوم بإرفاق هذه الصيغة لكم ضمن التدوينة إن شاء الله بعدما تقوم بإضافة الترقمة نرجع كده الخلف بعدما تقوم بإضافة الترقمة لكافة الدروس وتقوم برفعها لكافة الدروس بهذا المكان عندك حرية تفعيل الترقمة من خلال هذا الخيار تخليها ممكنة أو ممكن تقوم بإلغاءها لكن لازم أنك تقوم برفع ملفات علشان تكتاز هذا المكان أو اللي هو الخيار الخاص بمنهج الدراسي تمام؟ يعني بهذا المكان فأنا حاليا بقوم بحذف هذا المحتوى علشان ما يكون في مشكلة لأنه حاليا لما ضيفت هذا المحاضرة تم إلغاء خيار منهج الدراسي لأنه لازم نقوم باختيار فيديو لهذه المحاضرة علشان يتم تفعيل المنهج الدراسي نشوف الآن تم تفعيل المنهج الدراسي طبعا بعدها نتهينا من إكمال كافة الخطوات السابقة تبقى لنا فقط أنه نقوم بعمل تقديم للمراقعة من خلال هذا الزر نقوم بالضغط على هذا الزر وبعدها نقوم بالضغط على الزر التالي طبعا في تغييرات في سياسة الموقع من خلال المطابقة أو قبول المدربين عكس السابق كان هذه الأشياء غير موجودة فهنا ممكن تختار اللغة إذا كانت غير موجودة العربية ممكن تعمل ترجمان الصفحة نختار هنا الآن نضغط على هذا الزر نقوم بالضغط على هذا الزر طبعا هنا نختار اللي هو البلد البلد اللي قامه فمثلا الآن بختار اليمن في عندك هنا خيارين الخيار الأول لإثبات الهوية من خلال رخصة القيادة ومن خلال جواز السفر فممكن تختار أي واحد من هذه الخيارات بعد أن تعمل التالي هنا ممكن أنك ترتقل صورة مباشرة للهوية أو ممكن أنك ترفع صورة الهوية من هذا الزر وسنقوم بعمل رفع الصورة للجواز السفر ونقوم بعدها بالعودة لاستكمال بقية الخطوات نقوم باختيار الصورة حاليا نقوم بعمل استخدام هذه الصورة نشوف الآن يتم رفع الصورة طبعا حاليا تم رفع الصورة وانتقنا خطوة التي تليها بشكل تلقائي ويطلب منك حاليا تشغيل الكاميرا والتقاط صورة بشكل متحرك الوقف بهذه الطريقة التي تظهر أمامكم نقوم بعمل get started وبعدها نقوم بعمل هذه المطابقة طبعا بعد أن تهينا من عمل مطابقة الكاميرا واتباع ما يطلبه منك في الحركة باتجاه أمام الكاميرا واتجاه اليسار بشكل تلقائي يتم المطابقة وتظهر معك هذه الرسالة التي هي بانتهاء المطابقة طيب بعد هذه الخطوة هم بيتم مراسلتك بعد هذه الخطوة يعني هم بعد ما يراجعوا هذه المطابقة بيقوموا هم بمراسلتك على البريد الإلكتروني ونشوف إيش الخطوة اللي بعدها ونتكلم عنها إن شاء الله بالفيديو القادم طبعا هذا كان باختصار لشرح الخطوات الأولية لإرسال المطابقة إلى فريق يوديمي علشان يتم قبول الدورة التعليمية وبعدها نستمر في العمل على موقع يوديمي كمحاضرين أو كمدربين فتمانية الجميع بالتوفيق إن شاء الله وألقاكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة في أمان الله